عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروين عناية الله للإنسان تسعده تشفي القلوب من الأمراض تحمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابنا المشاهدين والشباب في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم إلى عناية المركزة النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى يمكن حنكمل موضوع اللي بدأناه ألا وهو طاعة الله سبحانه وتعالى من بين الأمور اللي بيتكمل موضوع الطاعة ألا وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثير من الشباب فاكر أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقتصرة على الأزهريين مقتصرة على المشايخ في الأوقاف مقتصرة على العلماء اللي بيزارة على الشاشات الفضائية الإسلامية لا أنت ممكن تدعوى إلى الله سبحانه وتعالى تبع تقول لي طبعا لازم أكون حافظ مثلا كم حديث تيجي ألاف الحديث وأكون حافظة القرآن كله يا أخي أنت ممكن ترى مثلا خطأ قدامك يحدث تدعو غيرك يعني لتصحية هذا الخطأ أنت بذلك دعوت إلى الله سبحانه وتعالى رأيت مثلا شخصا يعصر الله سبحانه وتعالى نصحته لله عز وجل بمجرد كلمات بسيطة أنت بذلك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست حكرا على أحد ليست حكرا على العاملين بالأزهر على العاملين بالأوقاف على العاملين مثلا بجميع القناة الإسلامية أنت ممكن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى أي موقف تشوفه قدامك أمام مثلا في الشارع في الطرقات حتى في كليتك في مدرستك في أي شيء ممكن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى فما أشرف أن يستخدمك الله عز وجل وأن يستعملك الله في الدعوة إلى دينه قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ولن يكون الرجل مؤمنا حقا حتى يدعو بما دعا إليه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم على بصيرة قال الحق سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إذن فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مهنة النبي صلى الله عليه وسلم والأمة هذه أخذت الخيرية قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لما أخذت هذه الخيرية وللأمة دي بالذات خدت الخيرية دي لأنها كملت مهنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة دي داعية إلى الله سبحانه وتعالى ولكن عاوز حبيبي وأخوة في الله حاجة مهمة أوي لازم تاخد بالك منها بإن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ترق الأمم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ابن الكافر يخش في دين الله سبحانه وتعالى وبترق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ابن المسلم يسب بدين الله سبحانه وتعالى ويعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى بالمعاصي ويجر بالمعاصي في قارعة الطريق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى المجتمع كله يسوده الصلاح يسوده الهدوء المجتمع كله بالدعوة لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبعد عنه البلاء ويبعد عنه الوباء ويبعد عنه الأمراض الدعوة لله سبحانه وتعالى لا تقتصر على أي فصيل بعينه إنما الدعوة لله سبحانه وتعالى أنا ممكن أكون داعي أنا داعي في جمعتي داعي أنت في الشغل بتاعك ممكن تكون داعي أنت كذلك ممكن تكون داعية في بيتك داعية مع أولادك داعية التاجر داعي كلنا لازم ندعو لله سبحانه وتعالى حتى نظهر أسمى معالم هذا الدين ونوضح ونبين للعالم كله بأن هذا الدين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا الدين لم يموت أحد المستشدقين يقول بأن محمد مات وقد أنجب نساء والعياذ بالله نقول لهم المقصود ليس الكلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب لما دينك تشوف في الظاهر هذا الكلام أو باطن هذا الكلام بقوله أن محمد مات وطرك لنا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الدعوة ماتت ولكن نقول لهم أن في علماء وفي شباب أدmittel فضل الله سبحانه وتعالى بنا تنجر هذه الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أشرف أن نستعملك الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى دين والله يعني ما رأيت منزلة ومكانة أحسن من مكانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني تخير المسلم ولكن إحنا ما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون قدوة لغيرك يعني مثلا على سبيل المسال رأيت مثلا عن صديقك زميلك بيدخن فإنت حاول تنصحه بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتحاول تنصحه أنه يترك التدخين وإنت مدخن كيف ذلك؟ طبيب يداوي والطبيب عليله كن قدوة لغير قبل أن تدعو غيرك إلى دين الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنت تدعونا الكتاب أفلا تعقلون قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون خلي بالك يمكن شرف عظيم للعبد أن يستعمله الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى دينه شرف عظيم للعبد أن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى يعلم غير الدين تخيل هي وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة ممكن تعلم القرآن الكريم لما تعلم غيرك القرآن الكريم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنت بذلك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لما تدعو غيرك إلى الصلاة هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بمجرد مثلا لو أنت رايح للصلاة رأيت مثلا زميلك أعد على الأهوة أعد في أي مكان قلت له تعالى معنا صلي ورحمنا معك صلي هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تحتكم مثل هذه الأمور قد تظن أنها هينا ولكن هذه الأمور عند الله سبحانه وتعالى عظيمة أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات بل خلف رجال يستطيعون أن يضحوا بأرواحهم لكي تصل كلمة الله إلى جميع من في الأرض قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه لسواد عيوننا لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خيرية الأمة متوقفة على دعوتها إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وكما قال مشايخنا ليس من الواجب عليك أن تصبح إماما لمسجد أو داعي على فضائية إسلامية حتى تدعو الناس إلى دين الله ولكن اشهد للإسلام شهادة عملية خلقية في مكانك الذي أنت مبدع فيه ومصيبتنا أننا حولنا الوسيلة إلى غاية بمعنى أنا أريد الحصول على شهادة معينة فلان يحلم بوظيفة فلان يحلم بالزواج من فلانة كل هذه وسائل لكننا حولناها إلى غاية لكنها ما هي إلا وسيلة تعيننا على الوصول إلى الغاية التي خلقنا بسببها ومن أجلها لأن الغاية الحقيقية هي عبادة الله تعالى قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ كما ذكرت أنفا قوله سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة عاوزك دائما لما عليك تدعو إلى الله سبحانه وتستخدم الحكمة والموعظة الحسنة واحد مثلا مدخن واحد مثلا بيعصى الله سبحانه وتقوله أنت داخل النار أنت ما تنفعش أنت خلاص ما فيش أمل فيك لا ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة خلي بالك طيب ممكن الإنسان اللي يدعو لله سبحانه وتعالى يقول طيب هو دليل نجاح دعوتي حب الناس وانتشار الحب هي ناس خلي بالك يعني حب الناس هذا بأيدي الله سبحانه وتعالى أهم شيء أن تنال رضا الله عز وجل وأن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى وكما ذكرت من قبل حديث النبي صلى الله إن الله إذا أحب عبد النادى جبريل يا جبريل إنه أحبه فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحبه فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض تجد كثير من الدعاء بفضلها عز وجل يعني مثل شيخنا المبارك وفيدي الشيخ الدكتور محمد حسن نحسبه كذلك وإلا نزكيه على الله بفضل الله الكثير الآن يحب الشيخ محمد حسن وأظنه أنه وضع له القبول في الأرض والكثير من ما شيخنا وعلمائنا الأجلاء ولكن ليس شرطا مثلا كثير من الناس ما تحبكش بدعم مثلا على فشل دعوتك ربما أنت غيرك مش متقبل للدعوة بتاعتك ممكن محتاج تحسن في دعوتك أكتر وأكتر أهم شيء الرفق واللين ودايما ما تحكمش على اللي قدامك مثلا دعوت غيرك إلى ترك المعاصي إلى ترك التدخين هو ما استجابش الدعوتك ما يقولش ده خلاص ده داخل النار لا أنت لا تتألى على الله سبحانه وتعالى ممكن آخر لحظة من لحظات حياته يعمل عمل يدخل للجنة فلا تتألى على الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قد يسأل سايوه يقول طب إيه هي الشروط الدعوة إلى الله صحيحة أي وسائل الاستخدمة للشروط الدعوة إلى الله صحيحة أول هذه الأسباب التي تعينك والوسائل التي تعينك على الدعوة إلى الله صحانه وتعالى إخلاص نياتك لله عز وجل إنما الأعمال وبنيات وإنما لكوري امرئ منوة ما أجمل أن تكون حافظا ولو بعض من أي ذكر حكيم ولو بعض من أي القرآن الكريم مع طبعا يعني اقتران هذه الآيات ببعض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الكلام طيب ألا تستألف به قلوب غيرك وقلوب مخالفيك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فالله الله في الدعوة إلى دينه ما أجمل أن يستعملك الله عز وجل ويستخدمك وأن يشرفك بهذا الشرف العظيم ألا وهو الدعوة إليه سبحانه وجل في علاه حبتي في الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دنتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروين عناية الله للإنسان تسعده تشفي القلوب من الأمراض تحمينا